اشتركوا في القناة وليوما ذي فتنا مش تكون مادام لاطيفة مرحبا بيك عيشك مرحبا يا راني مش نحكيو اليوما على سانسيا مش نحكيو على سانسيا صحيحة صحيحة وفي أخير قلتها قلتها صحيحة مش نحكيو اليوما على ستارتاب هذي اللي تخدم على الصغار تخدم على صغيرات مش نعرفوا ليوما أهدافها ونتعرفوا زادة أكثر على لاطيفة شكون هيا مرحبا بيك بعضنا نمشيو كي مرعادة دورة في الأرقام مش نشوفوا الأرقام مع أحليم وإشراك كنية رقمكم للحلقة هذي أنا رقمي 66.5 مليون اللي هو عدد صغار اللي قاعدين يتأثروا باللف اليوم تيغولوجيك في العالم وشيف حذي قدمتوا اليونيسيف والعدد صغار هذيو ما يناجم يوصل مية وخمسة وسبعين مليون في دسيني القادمة رقم كبير بارشة أحليم أنا زيادة حسب اليونيسيف اللي قاعدين يتأثيرات التحولات المناخية والتغيرات المناخية على الصغار هذي كعلي اللي قاعدين نحكي ونعاود ونقول على حقوق الأجير القادمة في بيئة سليمة واليوما الوعي مهم جدا خاطر هذه الأرض اللي بش نخليوها لصغيراتنا ممكن لذي اليوم سيانسيا اللي تخدم عليه بارشة أنه تواحي تخدم على الصغيرات اليوم اللي هما الأجير القادمة ما فاتي هوا سيانسيا تخلقت إيمينا منه أنه اليوم كان نحبه نغيره راهو يزمنا ديجار نخدمه على الصغيرات على خاطر أحنا دهالي فات فينا الفوت شوي دونك الفكرة اليوم إنه نخدمه على الصغيرات بش نواحيوهم على خاطر هما اللي بش يكونوا الحلول للمستقبل نتما أما زيدا فهمنا اللي كان نحكيوه على التوسكي بيئة وكل شي فهمنا زيدا اللي الصغيرات وقت يكون هما واعين هما الأكثر تأثيرا على الكمبورتمان بتاع الأولياء معناه يولي الولي يحس روحوا مسؤول غيانكو بش يعطش المثال لصغيرات وسيخطو وقت يجيه لغيكلماتشوهم من عند الصغيرات صحيح هي اليوم المعادلة نوعا ما يتقلبت اليوم أوليو لزا دولت يتأثرو بالصغير وتأثرو بالكوبورتمان بتاع الصغير وقت اللي يكونوا ديزاتيتود بوزيتيفي إيكو غيس مصابل متأثرو بيهم بطريقة كبيرة هذا بش كون اليوم موضوع حلقتنا بش نمشيو كل هذا مع أحليم دورة في الاكتشواليتي شعرنا أحليم اليوم نبدأ في تونس وينا نلقى نهارة 29 نوفمبر 2020 VVF تونس وإلى إلينا رفوها الصندوق العالمي للتابعة من خلال الإنسياتيف بيو ديف 2030 أن ننجح في المباليسات الاجتماعية في المباليسات الاجتماعية في المباليسات الاجتماعية في المباليسات الاجتماعية ياسر يعني محترمة اللي هي الحوار والاكنستركشون ثلاثة التزامات تصحح نهارتها مع ثلاثة قطاعات مهمة هي البنوك لزوك كونديسيوني والسيمون وهذا دليل أنه فما من برشة قطاعات أنها تسبق وتحمي الثروة البيئية التونسية وتحافظ خاصة على التنوع البيولوجي اللي عنا برشة وأحنا نتشكيه اللي هو في خطر دايوغ احنا عاد نتعرف برشة حاجة تكبرنا معاهم وشوفناهم احنا صغار تاوه معاش نشوفهم وهذا يا أما معاش نشوفهم يا أما يعني نقصوا الكل وهذا الكل على خاطر يعني نشوفوا احنا كيفاش العبيد قاعدة تتصرف وكيف كيف لامباكت متاع الشانجمون كليماتيك أهم حاجة صارت من اللي زينيسياتيفة ذوما اللي الدولة يلزمها تدخل واللي سكتور بخيفي وصوتيتي سيفي لوحدها ما نجمو يعمل حتى شي يلزم الناس لكل تخدم ببعضها وانه زي ذا تاوه معاش نجمو نحكيه على تنمية اقتصادية وتنوع بيولوجي كل حاجة وحدها لي راهم مربوطين ببعضهم وحاجتين ما نجموش نفصلهم على بعضهم بيش نهزكم تاوه الجربة وحوم تسوق اللي من أكثر الأماكن اللي شفتها في تونس تخدم على التخونزيسيون إيكولوجيك وإنرجيتيك ديوغ وقت كي يعني اول بلاسة ما عادش يستعمل فيه البلاستيك كانت جربة البريود اللي فاتت قدموا نتائج المخاطط المحلي حول المناخ للحد من انبعاثات الغاسات الدفينة اللي هما لجازة يفاساخ في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسستية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا من قبل وزارة البيئة وجهازات وينقدمو زيدا كي ما قلت لكم أهم النتائج والتواجهات اللي استنجوها وبش يخدموا عليها وهذا يبينشوغ عادل انتونان كوند لسبيسيفيسيتات دولا غيجيون والأهم من هذا الكل دور البلاديات في إرسال سياسات مناخية محلية ومن أهم البيئة اللي تواجدت إنه يرزم تاوه تركيز أكثر على دي بروجيه يخدموا بالإنرجي غنوف لابل في المجال الفلاحي والسكني لادوبتشون دن سيستم دو ترانسبار بخابر أكثر غيطاء نباتي ودنك أكثر مناطق خضراء والأكيد تحسين منظومة التصرف النفايات لديشي سوليد وليكيد ونكملو بألمانيا اللي تعتبر من أكثر البولدين اللي تخدم على ترانزيشون إينارجيتيك ومن الأوائل اللي بدأوا يستخدموا في الليدروجين فيخ في الليبورس ليدخان وفي كراهب البوليسية المسافات طويلة توصل حتى 800 كم وبدأت راهي مش من تاوه من 2018 أما 2022 تعتبر من أهم العوام اللي بدلت يعني الأسطور لمتاحها الكل من ديبورس ليدخان وكيف ما قتلك يعني من كراهب البوليسية ولي ما عاش يستعملوا طوالين ارجي فوسيلي يستعملوا كان يعني اللين ارجي اللي جاي من ليدروجين فيخ وحاتين أبجيكتيب اللي من هنا الالفين وثلاثين الكراهب البولة بشتو اللي تخدمها كانت هذه الاكتواليتي مع أهلين من حكيتنا على شفما من الاكتواليتي متعلقة بالبيئة والمشكل والتحديات البيئية اليوم وهذا اليوم بشكون موضوعنا بش نحكيو على كيفيش انه سؤالات والسؤالات البيئية ولا حتى العلمية نحكيوهم مع الصغار من خلال الصغار هيدا اليوم نحكيو على وسيلة ليه انجو إدكاتف اللي هو اسمه السيانسيا اللي هو يوفر لكم انكم كيفيش تتعاملوا اليوم مع صغاركم اللي هيدا الفنداتري اسمتها مادام لاطيفة نحكيو على انفورنيسور دلوازير سيانتفك لجنة ونحكيو أكثر معاك مادام لاطيفة بعد عالفكرة هذي لنجيت اليوم كوالي نصور في أول كل شي قبل ما تكون نتخبخناه انفيد الفكرة هي جيت من نزوز احتياجة جيت ساعة من لاطيفة المواطنة اللي عايشة في تونس واللي هي زيدة كانت معناها تلقات نظام تعليمي اللي كلنا اليوم قاعدين نحكيو فيه وننقشو فيه كل شي جيت من لاطيفة الاستاذة الجميعية اللي تشوف فيه فالطلبة متاحة كيفاش هما قاعدين يرجعوا ولاي معناها انوها اللي حاجات اللي اعطيناهم لهم فيه نظام تعليمي يسر نظري معندو حتى عائلة مثل الواقع بسيرة اكستر وجيت زيدة من البيزوان متاع لاطيفة الام سينسيا بدأت تأخذ في فورما في مخي وقت اللي جبت ليندا وبدأت نخمم في شنو البديل معنى ها وين بش نقريها شنو نظام تعليمي نحب نوفرهولها أما زيدا نحب نخرجها وين حب نهزها وقت اللي نخمم في البانويسمان تعليم دا شنو يزمني نعمل معنى أبا غني نهز المناج ونهز القهوة دونك من غادي جيت فكرة سينسيا سينسيا هي حلمة حلمة أننا اليوم ما نطرحوش رويحنا كبيديل للمدرسة أما نطرحو رويحنا كمكمل للمدرسة معنى ها اليوم صايراتنا وماذا ما يخفى على حتى ولينا نتصاور المدرسة متاعنا تمشي بمبدأ القمعة معنى ها صبوا ومبعاد القمعة اقلبوا وقلوا وعود رجع لي شنو رجع لي شيء اللي علمتوا لك اليوم كان تسأل تخرج لأي واحد في الشارع وتسأل له عليش فهمها جزتما التعييرات المناخية أو تتخذي يصير صعيب كان تسألوا عليش الجيجة ما تطيرش ولا كان تسألوا عليش شمس ومطرق وغفاغ القوز قوزح معنى احنا نعرف لأكثر من سبعين بالمئة ما هوش تكون عندهم الإجابة للمياه الصحيح لأحنا هيدا الكل قرينيها في المدرسة اما حتى حد ما خلينا نربطوا ما بين الواقع والحاجة النظرية اللي نقرأوا فيهم من غادي جا تفكر بالضبط سينسيا كما قلت انت كانت حلمة لزيدين اليوم الأجمل لأنه هي واقعة لما سينسيا واقعة متوفرة للناس وخاصة انك حكيت على مهمة يسر بين المواطن المواطنة الأم والأب وإلا المعلم وإلا الأستاذ اللي ما خليه واللي ما يتخلق عنا وسيلة باش انو نتعلم بيها باش نرجعوا أكثر معاك في الانتربيو باش نرشعوا ترتاحة مع الموزيكا اقدوا تبعوا فينا على مسك 106.9 ورجعنا طبيك باش نتعمقوا أكثر في الانتربيو مع مدام لاطيفة وسينسيا زيدا كنت انت حكيت على رقم اللي هو 70% ممكن ما يعرفوش تغيرات مناخية وهو صحيح اليوم هذيك الواقع اليوم حسب ونقعدة دي باش نكارر ونعاود وكل كل حلقة خاطر بالحق اليوم أفخوا باغوماتخ وقت اللي قاموا بسنتاج مع المواطنين والمواطنيات اليوم بالحق 22% فقط بتتوينسا يعرفو مش يعرفو سمعوا بكلمة تغيرات مناخية سمعوا أكهو مش حتى يعرفوش معناها واذا يرقم بالحق مفزع يصير تنجوا نحكي أكثر معاك على سينسيا سينسيا الحلمة سينسيا اليوم تعتني بالصغار باش تحاول تفهمهم حاجات الي ممكن للأسف ميتعلموهش اليوم في المدرسة سينسيا هو كيما قلت انتي هو مزود أنشطة علمية مبسطة ترفيهية للصغيرات معناها احنا اليوم نمنو اللي لابخنتيساج يكون أكثر نجح وقت اللي يتعدى باللعب وقت اللي يتعدى كسو سواء عندي لعبة نلعب فيها نتعلم حاجات ولا وقت اللي احنا ما بعضنا ونصنع في حاجة ولا نشوفو في تجربة ونشوفو شنو اللي قاعد يصير دونك سينسيا هفت هي ناخذ مفاهيم علمية معقدة ونحاولو نبسطوها في معناها على شكل تجارب ولا على شكل لعب بشتما نخليه الصغير يحاول يتسئل خطر زيدا راهو ما يزمنش نحاولو نتيحو في نفس الغلطة متاع المدرسة اللي هو نحاولو نعطيه إيجابات نعطيه إيجابات نعطيه إيجابات الهدف مش إنه نعطيه إيجابات قد ما إني نخلي الصغير يسئل واحنا لكلنا نلاحظو اللي صغيراتنا يبدأ عمرهم أربع خمسة سنين ما يسكتش صغير على السؤالات معنى يمتاع أما نيزيب شوي صغير هو العدي صغير ما حدش يسئل مش على خطر هو أنفت إينا بلو كوريو أما خطر يعرف اللي أصلا ما هوش بش يلقى عنا الإيجابة وعلى خطر أصلا مش ناركو في أسكت ما نعرش ستغاو حتى وحد فينا ما يمشي ونجاربو مابعضنا ونكتشفهم أبعضنا ونشوفهم أبعضنا دونك الهدف من سينسيا هو أكتبار بيشها متاع الكوريوزيته السيانتفية لك خطر أحنا متأكدين لهاي ريقدة عند كل صغير يسوفين ننفذوا عليها الغبرة شوية تو تفيق وتو يرجع الصغير يسئل عليش الماء كي تصب معناها نحوماً مو بغلى غرافيتين الماء يحبط لوتا عشنا ولي خليه يطلع في الشجرة عليش فما ضو عليش لون الشمس هكيكة عليش القامرة مره نشوفها دائرة مره نشوفها معناها كل الأسئلة متاحة إننا نشوفوها ونجاوب عليها ومن الأسئلة زي دا هدوما معنا بشنا عاد نرجع بتدخل الشي انتي قلت تسمعوا سامعان أما الهدف مش كالنا نسمعوك الهدف إننا نفهمه علمياً جو ستما شنا ولي قاعد شنا اللي قاعد يحسي طب سيط المعلومة مهم وخاصة تعميمها عندك ما تعلق إشراك صغير يسألو باشا أسألة في العمر من 4 إلى 6 سنين صغير يسألو تقديباً معادل 400 سؤال في النهار 400 سؤال في النهار اللي هو ستتفين أحمال في العمر هذيك وليس يوصعوا بي لهم قدم ينجموا يحاولوا يقدموا الصالح الصغير وسانسيا اليوم الهدف متيح بشأنه تخليه ديما فما حتى إينا بخش يتخليك ديما يجبك تسئل كسؤال أعليش 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 ممكن بشتوصل في الأخير للإجابة وكما قلت أنه تعميم وإلا تبسيط الفكر للصغير خاصة نفضلع مر ممكن بين 4 إلى 12 30 سنين كل صغير كالسلصال يتسائل لغيفليكسيون أنه تحاول تفهم كل ممكن الظاهر العلمية اللي النظري زيادة ساعات ميفهمكش كما أنك تحاول تطبق وإلا تتلعب كل ممكن لغيفليكسيون إن شاء الله ما نغلط يقول لك نسمعونا نسا نشوفو نتذكر نعملو نفهم معناها وقتلي الحاجة نمسها بداية ونجربها ونغلط معناها ما نخليوش لصغارنا لشواء أني نغلط وإلا لأنا وقتلي نغلط وما فاميش دي ما عنا احنا زيادة التجربة نيش حوى التجربة الفيشلة كل تجربة حتى علمية كل تجربة نجم نحللها ونفهم عليش صار لفينومين هذيك اي دونك شبنس ك احنا هوني باشن أساسوا الاناليز التجربة بلغة نعطيه إجابات معناها الهدف ان نسقلو كالالاستجار صغير انه يسئل ويحلل الاناليز كريتية الشيический زادة مهمة مهمة ياسر اليوم اوغتالي نحكي وكما نشوف تحكي على التربية البيئية والتربية العلمية بصفة عامة مهمة ياسر ولكن زادة الطريقة طريقة طريبة اليوم البيئيه خاطر كيفش نقدو زادة في النفس كما نحن قرينا سواء إشراق أحليم توتولان دو نطخ بحكور تقرأ 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 ساعات يوم أحفظ وصب كنا كنا نقرأ وميكن اليوم الطريبة البيئيه ممكن فيها أكثر تفاعل مع صغير أتخابير دي بخودي كما اليوم شوفنا بتاع السيينسيا أنه يلعب يلعب هو يتعلم ومممتان حتى انك ترسخ الحاجات هذو كما قلت انتي أدي زادة اليوم كما قلت انتي اليوم التربية البيئيه حاجة إذا ما هتتعاش صدراء معنى يوميش نتحو في تربية بيئيه ونننشي نقرأها كتربية مدنية معنى يتوالي صبورة ومعلومات وحنا نحفظ ونصب وكهو عمرك معنى اليوم الصغيرات ينجم يكتب لك دوب الفيات على جني الزيتون الوحك الصغير عمره ما شاف زيتونة ولا عمره ما طلع في زيتونة هذا هو المشكل معنى أننا عشيول صغرنا في باكراوند أما الصغير ما هوش قادر أنه يربط ما بين الحاجة اللي يكتب فيها ولا يعبر عليها عمره ما عاشها عمره ما شافها عمره ما طلعه هو في شجرة وجمع زيتون وشاف من بعد ولا مشاي المعصرة ايش بوش كو معنى هاليوم المشكلة هي الإكسperience فيكو متاع الصغير هي اللي هي اللي نقصة هذي كعليش سيانسيا جستما اختارت الميثود متاع اللعب بيش تربي على التربية العلمية أما زيدة على التربية البيئية معنى هاليوم هاليوم هو وقت اللي نجي نقول صغير نحكي له عالي فاتسر مهم اني نحكي له عالي فاتسر أما زيدة مهم انو يعيشوا معنى وقت اللي نقص دي ترموماتر ونخلي واحد الاغليبغ وواحد نحصروا في انساك ان بلاستيك ونشوف الإيوليشون بتاع التمبيراتور صغير بشي والي يعيش عاليش احنا نعيشوا في ارتفاع متاع حرارة ديو آليفات سر مش حاجة يشوف يشوفيها وكهو ويسمع بيها حتى كاتر مهوش مهوش سيل حتى للبور لزادولت معنى ما من فموش بسيل ويشوفيها وكليماتيك احليم عمدك ما تعلق على الاتقال والله الحقيقة وين نحكيه عالي التربية البيئية ولا تربية المناخية ولا التربية العلمية بصفة عامة زي ما نعطي الاكزامبل متاع مدير المدرسة اللي قريت فيها الحقيقة ما كان شيسر يتبع البرامج الرسمية كان هو يجتهد وحده ويقريلنا في ديماتياخ مهمش موجودين ويخلينا خاصة نلعبه بالرسمي انا نتفكر لان العبد برشا في البخيماغ متاعي تحط وعندي دي سيكاتريس في بدني امتاع حاجات يعني تشعبت وعملتهم الكل وبرشا حاجات بقاو في بيلي التوا يعني نشوفهم اما التوا كنشوفه الوليدات الصغار الحقيقة يا عادل ياسر ياسر يسخفوني نهار كامل وخصتان يقرأوا بخيفي نهار كامل محصورين في بيت بين اربع يوت وبعدي كيروح العشاية ما فميش حتى كانوا ديالاغ مع عائلته ولا حاجة عنده تليفونه ولا يمشي للبيسي وكهو لحقيقة كما قالت مدام عصيفة انك اليوم تعيش وتمسي الترابيديك ولا تمشي تشوف براج على عينيك ولا انك تمشي تشوف معصرة ولا انك تعيش في حد ذيت ولا انك اليوم تعيش في مدرستك ولا في الروضة كيفية تزرع نبتة ولا كيفية هكذا حتى قبل نذكروني صغيرك الفولة فما حاجاتنا ممكن تتعاش وتقعد ديما في بيليك بالحق معناها ما عادش مهم انه الفولة نجربها ونشوفها ونشوفها عليش عاشت ولا عليش ميتت معنا نقول حتى كان ميتت سيون اكسبريانس انسوا احنا اليوم نشوفه في اميت ليلة المتحان تبا تدور من دار الدار تتلوش في الفولة انهي اكب قطول واحدة وانهي ازين واحدة وش صغير يجيب سيدي للعقلية متاع اليوم الارقام واعديد والول والثانية ويوم الحساب وقت اللي بشي يرجع لك الكرني ما نحاسبوش صغير شنو وتعلم وإلا انك شنية علمتو على انتغم يتعلم تحاسبو في وقتها على الكرني شبيه سبعتاش ثمونتاش ثعتاش عشرين وكان جبت خمستاش في ذي حانك هذا المشكل اللي غيلمون صغيري شنو تعلم حتى كان جايب ثمنتاش ولا تسعتاش معناها اكثر اغلب الصغيرات في رغين من داخل ماعنى كنت خروجو مكال مكال كنتكست هديك كمتاع واحد معه واحد ولا تخرجو من حاجة حافظها ويصبها بش تبيع معناها اليوم ه zaman صغيرتنا ما عندهمش ثقافakahامة اليوم همł طالب بنعنا ما عندهمش ثقافاحامة اليوم هم اللي طالب بنعنا ما يس سألش علاش انت الغري McGreek معناها بالحق هنا اليوم هديك اليوم ما احنا ما با انفان تلاعو نعرف اللي المعلومات الكل سورتو مع انترنت موجودة موجود اليوم هيت نعانو الطالب امتيعنا انهم يسبوز لاكيشون ابران دور ركول برابور للمعلومة اللي نعطيك. انتي مان با تشوك فيها المعلومة صحيحة ولا غالطة مانسور اليوم انتك ساعات حتى معلومة بمجرد انك تتفرج ممكن في فيلم ولا دوكومنتر ولا تقرأ كتاب عليها تفهمها. ساعات مكش. المعلومة موجودة كما قلت انتي ليوم كيبشيش تقرأ كور في الفاكلتة مش تلقاها. مش تلقاها في البلاتفاوم الكل. ليوم ساعات فيلم يعلم كنا كنت نذكر في الفاكلتة وقت ساعات من فهمش ما تير من فهمش يسر تيوريك الحق. كنت نفهم اكثر بالبخاتي. كنت ساعات نمشي نحط دا اليوتيوب نشوف دوكومنتر نفهم الفينومين. ساعات فما وسائل تفهمك اكثر وتخليك حاجة ترسخ في بي لك انتذي سانسيا بش نارجو اكثر خستان نحكيو اكثر على البرودوية بش نفهمهم. حتى للويلدين اللي 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 سمعوا فينا مهم يسر تحكي بزيدة على لزاكتفيته اللي 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 متاع. سانسيا بش نعملو تارتيحة في ساعة مع الموزيكة ونرجعو في إيكوجيس مع إشراق. من أبري اي جيان سانجاج pour الانفيرانمان. اليوم في إيكوجيس بش نحكيو على الزغار. وكيفيش الزغار ينجمو يدخلو في تسارو في تهمتا وكيفيش نحكيو مش على التلقين والسييسة اللي قمع كيفيش الزغار يخذو برشة ديينفورماشون ويراجعوهم مكتوبين في ورقة. بش نحكيو على أبروش تسمى learning by doing. معنى الزغار يتعلمو وهم قاعدين يبقاتيك الحاجة تيدو ما. وموني بش نحكيو كيكو أستوث لليباران ينجمو يعملوهم مع أوليدهم. أول حاجة الزغار ينجمو يلمو اللي عب متيح في شعب غم متيح مخاطر شكون فينا ما تخالش البيتة والليدو ولا إذا كين عندوش كون في العيلة صغار والقالي جوية ينبو باختو برشة منهم وعندهم برشة ما تمسوش ما يلعبش بيهم. كون ينجمو مع الزغار نعملو اكتيفتي جوية اللي ما نستحقوها مش وإلا ما عطش حشنا بهم والكل. نجمو نعملو تخي نطع الجوية هذو ما نخليو اللي يستحقوهم اللي ما يستحقوها مش يحطوهم على جنب المكسرين ويتحطو زيد على جنب. وهون يزغير يتعلم الضغير سيليكتيف بش يعرف فانهم اللي حاشتو بيهم وانهم اللي بش يتلوحوا وإلا اللي يصلحو اوهو مع عطش يستحقهم. اللي يصلحو مع عطش يستحقهم ومبعد بش نعطي واحدة شواء. اسكوي هاي نجمو يتبرع بهم بار اكزامل بش يوصلوا لازغار اخرين ووقتها نخلقو اللي يستحقو جوية هذوكم. ونعطي واحدة جديدة للبرودوية والجوية اللي عنده الضغير. وإلى النقطة الثانية نجمو ندخلو في ثقافة مديهو الغان ايكوناميك. هذوكم نجمو نعملو بلاتفورم. مش بلاتفورم بالمعنى صحيح الكلمة. أما الباروين نجمو نبيعوهم انلين. نحطوهم مثلا شور باش فيسبوك ولا حاجة. ويتابع الضغير ووقتها يواليو يدخلو الفلوس من الجوية اللي عنده. وهكا الضغير يتعلم اون لوجيك الدفلوبمان جوغابل يتعادى بها يتعلم التخيء ويتعلم يتبرع ويخلق الليانس سوسيال اتخافير جوية مديهو. وإلى يدخل بهم الفلوس ويخلق حي تجديد البرودوية مديهو. ويتعلم الانيسياشن للكونامي سيركولار. النقطة الثانية هو ما لوحوا الشيء على الارض. نعلم صغرنا اللي بابيهو والا كمال تكليك باش بكوتو القل. راهو الارض ما هيش بوبيل. راهو فما بلايس نجمو اللوحو فيهم اللي ديشي هزوما. وهكا الضغير يتعلموا انه اللي ديشي يحطهم في البوبيل. إذا كان فما ديبوبيل اللي فيهم تخي نعلموه البلاستيك وين يحطوه. اللي ديشي على المنتيق وين يحطوهم والكل. وهكا الضغير يدخل في اللي بخاتيك متاعه. يوالي هو بيدو. ما عادشي لاوح في الشارع ولا ما عادشي لاوح في المكتب متاعه. ويتعلم يدخل في ثقافته متاع كل يوم. انه يستحفظ على الملوى اللي يعيش فيه. النقطة الثالثة بشي نقوي اليوم مع الانفيرونم متاعه. النجمو نزرع دي بلانت في الجنينة. وإلا في البالكون إذا كان معدنش جنينة. النجمو نحطوه في الليبو يزرع النبدة متاعه. ووقتها كل يوم يوالي يسقيها ويتلهي بيها. ويقاوي اليوم مع الانفيرونمان. وممتان شنس دوالرسبنسابيليتي اللي عنده صغير. انه يتلهي بالفولة كي ما قلنا قبيلة. وإلا الوردة. وإلا الحاجة اللي يختارها هو. وحتى إذا كان سرت إشيك للاكسبرينس هذي. يتعلم من الإشيك. انه مثلا الفولة اللي ميتات يعرف لي هو تخلى عليها مسقهيش بندن اون بريود. وإلا حتها برشة بالشمس. وإلا هذو ما بشي فهم هو بشوية بشوية. الحاجات اللي وصلوا للنتيجة هذيك إذا كان نجحنا. وإلا إذا كان فشلت كيفاش نجمو نتعلمو الدروس من الإكسبرينس هذيك. النقطة الرابعة هي كي نخرجو انبلاد ولا بيكنيك. وإلا حتى في الايكل. نستعملو حاجات غير توليزاب. في المكتب نهزو الماء في القوغد. نهزو الحكام متاعنا انبلاستيك نحطو فيه القوتي متاعنا وماذا بنا كين حضروا القوتي في حاجات في الدار ما يكونوش انبلاي ونشريوهم مشيرة. وقتها نستحفظ على صحتنا. يهز معاه يهز معاه مثلا الغالة في السيزن تيح. يهز معاه جو فري يعملو يحضروا هو في الدار يبدأ شيخ عليه. وممطن يتعلم بكل حاجات يكلها في السيزن تيح. وميهزش يكل حاجات انبلاي والكل. النقطة الخامسة في اللي بخاتيك متاعو يتعادى مثال البن يتفيذو في بيتو يتفيذو يحصل في السيزن يسكر الميوي حال هيدو ما حاجات احنا بكل يوم نعودوه بهم كل يوم نحكيه مع صغارنا حات يدخلوا في اللي بخاتيك متاح ومنواليو حاجات دخلين فحييتو متاع كل يوم. وفي اللي اكتفيته اذا كين عانا شوية واقت و احنا توا في فاقانس ناجمو نخرجو صغارنا كيما قولنا البلايس اذا كين تخرجو انتش لزون مميد راهم بعد في الإكسپرسيون وغال والكل بش عبر على زون مميد اللي هوا شيفها قدمو باللي ديزة يشكلوا من فلاياتي نقوم حتى على صور يوتوب والكل اللي نعملوا ماسالان حاجات باللي بلي بلي ببي وي رسي كله والكل و هاكا يعملوا ديزة اكتفيته ازغار اللي انقويوا علاقاتهم بالل انفرنمن يستحبضوا على الانفرنمن ويعملوا جاو كنت مع اجراق هذي كو جست النظري في التطبيقين كيفيش قاعدة تتعامل في التطبيقين او مي دو راهم بارش جاو في دير ميدو اللي هوا والج نعمل في ديزاكتفيته نعمل في باشا ديزاكتفيته كي ماركينا على الروسية نقصوا لي بابيه مثلا اللي يجيبوهم اللي يجيبوهم تالي كونتشور فاسي ديكماني فين فبليسيتي نقصوهم ونصنعهم منها مثلا نتباق نصنعهم منها نعمل ديزاكتفيته متعبان تور نطايبو مع بعضنا ونبدأو نقول وهذا يلقالها متع الوقت وإلا نخرج المرشي نقضي مع بعضنا يعرف هذي كما وجود في الوقت متع وذي كمان شريوهيش على خطر مش في وقت هاو الكل مهم يسر انك حتى الطريقة تعيش معه انتي حتى كأم ولا كأبو ولا حتى الأستاذ متعونك تعيش معه ممكن لبروسيس وفما أنه يشانج في وسط البروسيس يخليه ممكن يتعلم نحب نقول حاجة اللي باراني هو صغار نحن نخليهم صغار كي نبقى نحكيهم معهم مع اساس انهم صغار أما وقت اللي انشي تتلع بالنبو يعني تحترم الانتليجنس متعور لك قديمك ولا بنتك وقت هاو هو بشي يمش معك وي يتباك ويكون والكرياتيفيتي اللي عند صغار نتعلم منه ميده كل يوم خاطر إليه كرياتيف حاجة لنا منقى السوليوشون ونخليله هو التاج هكا ان شاء الله ما يسمعني ونخليله التاج دونك يلقى هو السوليوشون في سا فيسا لحقيقة لحقيقة قاطن تعلم منه كل يوم صحيح يحكي ما قلت انتي وقت اللي صغير تحترم ذكاء وتحاول انك تتعامل معك انه الند بالند مش هو صغير في عمره حتى في حاجمه بالعكس في حاجمه قيمتو بشان جواتا بيك السنسيا السنسيا وقت اللي نحكي وعليه ستن بخدوي ملموس خاطر اليوم نشوفو الحق في تعميم لز أبليكيسون ونحق منش معها يسر الفكرة انه صغير عطيه يلعب التليفون وعطيه يلعب البسي ممكن تتنزنطن بي يسر يسر ولي نوني دون دون لكسي الحق انفت السنسيا من الهدف اللي تخلقت عليها هي اننا نقدموا البديل للتليفونات و للزكران وحتى في الاختيارات متاعنا كنا يسر كنا يسر في معناها اننا ما نستعملوش حتى نخدم الغبوتيك مثلا نخدم الغبوتيك إلكترونيك معناها صغير ما عندوش ما عندوش تليفون ما عندوش بيسي يخدم يصنع في غبو واحده بدون معناها بعيدة على الوغدينتور والغبو و جسما على بور إيفتي هكال لادكسيون اللي هي موجودة اليوم ما عندوش ما نجموش ما نشهربين منها اما احنا نحاولو نرشدو او مو استهلك الاستهلك الحاسوب الاوسي التليفون سيانسيا اليوم في 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 البرودي متاح ولا في اكتيفيته متاح انا بش نبني على ايكوجيست احنا نقدمو في نفس المحتوي اما نقدمو فيه بطريقتين اما يتقدم على معناها على شكل الوراشات ييجيو الصغيرات ولا احنا نتنقلو بحضيهم في المديرس ولا في نواج الآطفيل والجشباب ونقضمو معناها نعملو دزاتولية ديكس بريانس شانتيفك يجميكون في الفيزيك يجميكون في الشيمي يجميكون في الروبوتيك يجميكون في الائورونوتي يجميكون في البيولوجي يجميكون في الكوزين الموليكولير معناها تطوش على كل دمائن نفس المحتوي هذيك ينجم يطلقاه محتوط في لعبة معه اللي هو يعطيك المراحل متاع التجربة يعطيك بخير شنو بشتلقى وبعد يفسر لك شنو وقيد ويعطيك كل شيء مثلا كيت متاع الشيميم تاعنا في حاجات اليوم اول سؤال يجينا اسكوستي بخدوي شيميك مخترين ومش مخترين في حاجات اللي هم ملكوجينا معناها كركم بيكربوناتو خل معناها حاجات اللي موجودين اللي هو زيدا ينجم يهزهم للكوجينا معناها بيكربوناتو بخدوي غنبعد حتى كي بشي روح الدار انفيت عليش هاليزاتوليه هذو ما وإلا كوسوسواليزاتوليه ولا اللي بخدوي على خاطر جوستما بيش نخلطو اللي كنت تحكي في انتي معناها اليوم الصغير مهم انه نعيشوا معاه لبخصيس اما مهم زيدا انه نفسرولو عليش معناها تقولو راهو ما يلزمش طايش لبلاستيك في القاعة لخطره يضر بالارض هاي سيتخوبو اما ايجا نشوفو هاو كيفاش يضر بالارض معناها علميا شنو يصير التحليل هذك كيفاش يصير اليوم كي ما حكينا اللي فاتسيخ كي نفسرهولو باش هوا يعيشو دانكم بعد واحدو واحدو بشي والي بشي والي يفهم معناها الي بالحق ما يلزمنيش يزمن نزرعو اكثر اشجار وقت اللي نفسرلو اليوم نشوفو التعامل مع الصغيرات صغيرات مع الحيوانات مختلفة عالتعامل مع الصغيرات مع الصغيرات مع النباتات معناها انسان اللي هما يلوز اكثر مع النباتات كمع الحيوانات خاطر الحيوان يشوفو معناه نجم يحبو الكلب ولا القطوسي نجم يحبو مداش يكون عندو عالقة اليوم كان انتي تقدم له النبتة كنحي معناها تخليه تفد تلسخت اللي توريلو اللي النبتة ذيكة راه تحس اللي النبتة ذيكة راهو كنقول ما نعطيهاش من حدثها برشة لشمس نجم نحط معناه في اكسبيانس نحط نفس النبتة في نفس الظروف ولا جست نبدل التمپيراتور ونخلي صغير يلفيزواليز لفهم تاعة التمپيراتور معناه كل شيء يعيشو علميا اي دونك والي عندو انقراج في مخو برابور الحاجات ذيكة هيدا اللي بيشي خليه يفهم وجستمو ينخرط مع الولاي يمتاعو في الدمارش اكولوجيك كو سواء وقتلي نعمل تخي وقتلي نقول كمبوست معناه احنا اليوم نحكيو على افي سيانسيان نعمل مباشرة مسؤولدك يتحكم في الهومدية ويتحكم في التمبراتور لذلك لديهم كارتردوينو ويديهم كابتور دميدي ويتمبراتور ويديهم الكمبوستور انتليجن لذلك هذا لذلك للمشاهدة لكننا نذهب أبعد اليوم تنجم تقولي اينا وانتي تعمل في الروبوتيك وين الحلول للبيئة ولا وين موني مش نرجع على نحن مالوغزمان الكبار قد ما نكبر وقد ما نزيده نتصنطقه معناه نزيده ندخله في صندوق وقت اللي تجي لصغير وتقوله شنو ما المشاكل اللي تعيش فيهم اليوم راهوا انتويتيف ما معناه هنا خدمته مع برشا صغيرات الاجزيغسيس المشاكل البيئية بش تخرج من اول المشاكل اللي يعيش فيهم في اليوم يمتاعه اللي هو يحس فيهم الصغير وقت اللي تجي توريله اللي راهوا بالروبوتيك وإلا بالغبوري نجم نصنحهم راني نجم نلقى حلول جزء ما للمشاكل البيئية معناه اني احنا عنا صغيرات والله ويخاموا بش يصنع ربو يهبط في سمحوني في الكلمة معناه هال الكاندويت هذي كمتاع لزو يزي ويصرحها جزتما خطر الانسان ما ينجم يدخل ويناضفها دون كام بتي غبو يدخل وإلا فاماش كوني خامم في غبو يمشي يلم 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 يساشي من البحرك خطر الانسان ما ينجم شقعد برشا وقت هل هذا الهدف؟ هل هذا الهدف؟ هل هذا الهدف؟ هل هذا الهدف؟ قد ما اني جو بوص لانفان انو يحاول وانو يستعمل هالتكنولوجيا هذي هال هالميتاورس لما نعرف شوين ميشين بيه بالعكس احنا اليوم تكنولوجيا طوالي انوتي جوستما بش نجم بش نجم بش نجم نخدم بيه واذا هو الهدف اليوم حتى كل مرة نحكيه وعلى كل مجال جنم بش نجم بش نجم بشنا تحيي مهش ههههههه بالعكس هيا تحيي مهش تدعونس نجم بشنا 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 ما نتخم بشنا تحيي هؤلاءاء هستعمل وإخزتنا من العدوان نجمنا على المالية على الفيسبوك على انستغرام بجلس تدخلوا وبعثوا ميساج وبالحق عيشوا التجربة مع صغاركم طيب انهم يلعبوا ويتعلموا في نفس الوقت نمشيوا كيفية ساعات ارتاحة مع الموزيكة وبش نرجع مع أحليم في إيكو أرد ورجعنا لآخر فقرة من إيكو فرندليون بش نمشيوا مع أحليم رحلة مع فيلم ولا كتاب في إيكو أرد نعرف اللي توافاقونس ولوليدات الصغار قلقين من القاعدة في الدار ومن غيفيزيون نقترح عليكم فيلم اسمه اللي خرج عام 2012 في فرنسا للمخرج كريس غونو والقصة مكتبسة من كتاب دكتور سوس اللي كتبه عام 1971 الفيلم هو ديسان نيمي يحكي على تيت شاب يوسكون في ترندفيل وين الطبيعة القلت بدلت بكل شيء أغتيفيس وبالتكنولوجيا وين حبطه في لاميزيانا اسمها وطلبت منه يحقق لها حلمها الوحيد وهو يجب لها شجرة حقيقية وهو يلوج على شجرة اللقاء وقابل اللوغاكس اللي هو اللوغاقديان دول الناتور واللي نعرفوه الكل كالكابورة اللوغانش كلها فغيوغ وعندها برشاش لغم وياسر تاتي في نصا أحد الناس لكل وعون التيت انه يلقى الحاجة اللي يحب عليها اما زيدا فهمه اهميات حماية الحيوانات والنباتات في عالم كله مصنع وبني الفيلم متوسعة وستة وعشرين دقيقة نتمنى لكم فرجا تايبة كان هذا الفيلم اليوم مع أحليم هذا الناج مترجو فيه الوالدين مع صغيراتكم بشي فهموا اش معناها حيمية اليومة الحيوانات والنباتات في كل ظل هالتحاديات اليومة والمشاكل اللي بقية اللي قاعدين نعيشوا فيهم عايشك اشراق عايشك أحليم كما لكل حلقة نشكر زيدا أصدقائي في التكنيك ونشكرك زيدا لطيفة على حضورك شنية تحب تقول في كلمة الختام لمستمعين مستمعات مسكو كلمة الختام نقول اللي إن شاء الله سيانسية تكون حتى تحجرة ننبرميار بيار في الإدفice بالحق تربية البيئية وش pense كأحنا واحدنا بنجمون عمر حد شي معناه وقايد بالحق إن الكلنا نخامموا فيا موديل نتخ موديل إدوكاتيف اللي هو يكون فيا صغير ديجا في المحور معناه هالكلو أغيانتي على صغير أما زيدا صغير مع طبيعة ومع النتور خاطر اليومة راه التغيرات المناخية بالحق ويقع ويقع معناه سيئ إمينا وأحنا مازلنا بعاد يسر بعاد يسر 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 ما يخرش من كلينكي من هذا نختمو بي حلقتنا في إيكو فرندلين نقول لكم إن شاية طيبة ونتقابلوا لحد الجهي في حلقة جيدة من إيكو فرندلين ترجمة نانسي قنقر